السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة وتزامنا مع الكمبيو تاكس والتسريبات اللي كنا عماني نحكي عنا قبل نحنا عن المعالجات الجديدة من اي ام دي يلي هيننا الريزن 7000 طلعت المديرة التنفيذية لأي ام دي مع التيم تاعها لتحكينا اكتر عن المعمرية الجديدة وتقنيات المعالجات واللوحات الجديدة من اي ام دي ليهن الريزن 7000 ومن اهم الامور اللي انذكرت بالحدث واتأكدت عن التسريبات انه الريزن 7000 ستكون مبنية على دقة تصنيع 5 نانومتر لشريحتان الانوية 8x8 يعني 16 نواة طبعا مشكلة المعالجات ستكون بهذا عدد الانوية بس ما حنتشوف معالجات بأعلى من 16 نواة والشريحة التانية اللي هي بتشي بستة نانومتر بتتضمن كرت الشاشة المدمج الاردي اناي 2 ستكون على كل المعالجات يعني سيب بيو مختلفة عن الاي بيو وهنا برجع بحكينا عن هذا الموضوع مرة تانية وتقنيات متطورة اللي حتى تقل من استهلاك الطاقة وكنترولر الرامات DDR5 والPCI الجيل الخامس هلا اول شي بالنسبة للرامات متل ما سابق وحكينا ان احنا قبل عن كل المنصات او كل اللوحات هتكون هي بس دعمة لرامات DDR5 ما هتكون دعمة لرامات DDR4 هلا هيدا الشغل ممكن تسبب مشكل كبير اذا ما رخصت اسعار الرامات يا جماعة من هون لوقت طرح المعالجات واللوحات بالسوق لانه الرامات لحد هلأ يناعمل هون رخصه بس بعد صعره ان يعتبر مبالغ فيه يعني اعلى بكتير من رامات DDR4 وما في عندك انتخيار تاني لطول انو والله انا بشتري اللوحة بتدعم DDR4 وما في مشكلة لانه هلأ ما قدموا فرق لا منصة جديدة من AMD يعني رامات DDR5 وبس ولنرجع لموضوع كروت الشاشة انو بالمبدأ كل المعالجات من دون استثناء حيكون فيها كروت شاشة داخلية مشابهة كتير بالاداء لكروت انتل اللي هنى الـ UHD 770 بشكل عام وظيفتهم حتكون هنى بس لتربل شوت اذا اخترب عندك كارت الشاشة الخارجية مثلا تقدر تشغل الجهاز تخلصتك شغلة صغيرة تفوت على البيوس امور بسيطة بس يعني ما ح حتى تعطيك اداء بالالعاب تقريبا نهائيا وحيكون فيه بالجهة المقابلة معالجات تانية اللي هن الـ APU اللي هن بيجي جي نحن عدد متعودين عليها مثلا الـ 5600 جي او الـ 4650 جي هدو المعالجات اللي هن هيكون فيه بقلبهم كارت شاشة داخلية اللي هو اقوى للالعاب هتقدر تلعب عليها بعدد فريمات يعني يكون متوسط تقدر تستغنى عن الكارت الشاشة الخارجية بس بينما اللي عمالي نحكي عنه نحن هلأ الـ CPU اللي هيكون فيه كارت شاشة داخل الـ RDNA 2 هيدا سيكون بس لتخلص فيه شوية مهام بسيطة مش اكتر من هكا وبالمبدأ خطوط الـ PCI Express هيكون عددهم 24 يعني زيادة 4 عن انتل جيل 12 لهم 20 خط او 20 مسار وعلى حسب التسريبات كان عمالي نحكي نحن قبل انه قالوا بدي نكونوا 28 لأ انا بس عمالي اكد لكم انه هن هيكونوا بس 24 خط او 24 مسار والمعالج بيدعم لحد 14 يو اس بي من ضمن هن الـ يو اس بي سي بسرعة بتوصل لـ 20 جي جا بيت بالثانية وطبعا هيدا الشي يعني عدد عدد الـ يو اس بيات اللي ب يكون باللوحات هذا بيرجع للمصنعين اللوحات نفسهم قداش بيقدروا يستغلوا او قداش في عنده المساحة بالـ i-o باللوحة نفسه او ممكن كمان يخفضوا من عدد الـ يو اس بيات يعني بدل 14 يحطوا لك ست بس عشان يقللوا من تكاليف من تكاليف اللوحة نفسه يعني بشكل عام بيرجع الموضوع للمصنعين عشان يعملوا لك اكتر من فئة سعرية لللوحات وبالاضافة كمان لواي فاي 6 واربع منافس بين HDMI 2.1 وديس بلاي بورت وكمان موضوع HDMI وديس ب بالنسبة للسي بيو باور على حسب ما هيكيون بواصل للـ 170 واط هيدا الرقم يعتبر نقلة نوعية لريزن لما هني من الاساس بقول لك انه والله نحن الـ TDP 170 واط طبعا هو هيكون اعلى والمعالجات الحالية هي 105 واط يعني عندك مثلا 5900 اكس 105 واط لما تلاحكي انت من الـ 105 إلى الـ 170 يعني عندك فرق كتير كبير يعني حوالي اداشة 70-65 بالمية فبهيدا الحال يعني انت شو بتتوقع الاداء الحرار يكون للمعالجات هذا شي بيرجع ببين كلاته على الاختبارات هيدا الحديث بس اللي نقاله انه هيكون TDP 170 واط وبالاضافة كمان فيه زيادة بالكاش و 15 بالمية على اداء النواة الوحدة وترددات بتوصل يا جماعة فوق الـ 5 جيجا هيرتز وعرضوا بالحدث مشهد من لعبة جوست واير توكيو ترددات المعالج عمارة تلعب كانت بين الـ 5.3 إلى الـ 5.5 جيجا هيرتز طبعا ما نعرض اي تفاصيل ثاني بهذا المشهل تحديدا بخصوص استهلاك الطاقة ترددات باقي الأنوية شو كان وضع المعالج بس اقتصروا الموضوع على هيدا الرق من 5.3 و 5.5 لما تجي انت تقوى الـ 5.5 ترددات المعالج يعني انت عمارة تحكي على الماكس بوست لـ 12900 كي اس اللي هي بتوصل الـ 5.5 جيجا هيرتز اللي هو وحش الطاقة بعد اللي هلأ ما فيه مبرد قادر انه هو يسيطر على الحرارة فيه غير اللي عمر للاينستاك بس انه هو شاري الـ IHS وحط وحدة كابر محلة يعني اشتغل كتير فيه للمعالج ومركب عليه كانت بريد مائة مفتوح على اساسه بقى نزل شوي صغير من بعد الضغط وصل لـ 92 أو لـ 90 درج هل هيدا الموضوعك نفسه هيصير مع معالجات رايزن؟ بكرا كله هيدا بيبين على الاختبارات وبالاختبار الثاني اللي انعرض بالحدث لمعالج رايزن 16 نوات مع معالج انتل 12900 اللي كمان بيجيب 16 نوات على بلندر برنامج بلندر معالج رايزن قدر يخلص المهام او قدر يتفوق عليه بـ 31% يا جماعة يعني لا دا مش بس بالالعاب افضل لا حتى كمان بانشاء المحتوى حيكون افضل بالنسبة تقريبا 31% بس الفكرة بالموضوع اللي انت بدك تخليها ببالك انه عادة بالاطلاقات طبعول الشركات بيجيو هن بيحكو لك بس عن الحسنات والنقاط القوية اللي عندها طبعا ما حتيش يتقلك انه انتل او الشركة الفلانية اقوى مني بالشغل واحد واثنين وثلاثة وبالبرنامج كزا وبرنامج كزا انت هون ما عم تشوف الا نقاط القوية هلا بالنسبة لنقاط الضعف هيدا هون شغل المراجعين وشغل المستخدمين يلي هن حيراجعوه له هيدون المعالجات واللوحات كلاتهم بشكل عام ويجيو بيعتوك انت خير من شرن لتعرف ا تختار وعلي اي اساس تشتري يعني خلاصة رايزين 7000 انه بالمبدأ حيكون نقوى من انتل بين تقريبا 15-31 بالمئة ما بين النواية الوحدة والالعاب والرندر وهيدر الامور من ذكرت قصيمة المعالجات واسمائهم رايزين 3 رايزين 5 رايزين 9 من ذكرت ولا حتى نذكر الاسعار المقترحة من اي ام دي من جاب سيرت الاسعار نهائيا بس ننقل انه هن حيتم طرحهم بالسوق بخريف 2022 يعني بعد كم شهر الادام مش مطولين ولننتقل هلأ من المعالجات لللوحات اللي هي دعمة لهيدون المعالجات لانه نحكى على ثلاث انواع شرايح يلي هي الفئة العليا اول شي في عندكم الاكس 670 اكستريم في عندكم الاكس 670 العادية وفي عندكم كمان بي 650 طبعا كلاتهم حيكونوا بالمقبس الجديد اللي هو الام 5 يلي بيجي بل جي اي 1718 والبنات انتقلوا من المعالج سبق وحكينا كثير بهيدا الموضوع انتقلت البنات من المعالج وصارت على الموتربورد نفسي على السوكت نفسه وواحدة من النقاط الاول هون عند اي ام دي انه كل التبريدات اللي كانت تركب على الاجهار الحالية او اللي اللي هي اجيار الاي ام 4 بشكل عام حتكون متوافقة تماما مع الاي ام 5 ما فيها مشاكل لا محتاج براكت ولا براغ زيادة ولا اي شي يعني تلقية المنصة عندك حتكون هي بس بتقتصر على غيار اللوحة الرمات والمعالجة لهن اساسا طبعا يعني سارا حيكون غالي موضوع منه سهل مثل ما انا هلأ عمل قوله بها الكلمتان بس يعني ما حتحتاج انك انت كمان تضيف عليه مبرد او حتى تعد تلف حوالي حالك عشان تقدر توصل للبراكت بس طبعا نحن ما بننصح بالتطوير هلأ ن نهائيا لحتالي تشوف الاختبارات تشوف المراجعين وعلى اساسها انت بترجع بتقرير ولنرجع مرة تاني للوحات اول شي في عندكم لوحة الفئة العرية اللي هي X670 Extreme ستكون هيدا موجهة الاكستريم بمراحل طاقة كتير عال يعني 24 بلاس والاهم من هيك انه كل المنافذة ستكون PCIG الخامس اذا كان من كروت الشاشة او حتى كمان التخزين بينما لوحات X670 العادية من دون اكستريم كمان هتكون داعمة لكسر السرعة بس مش متل الاكستريم طبعا وحتكون داعمة للجير الخامس اذا كانت ت تتخزين او حتى كمان الكروت الشاشة بس الفكرة بالنسبة لكروت الشاشة حتكون اختيارية وعند ترجع للشركة المصنعة كمان للروحة يعني هن او بيعملوا لكيها بجير الرابع لكرت الشاشة او بيعملوا بجير خامس لكرت الشاشة على حسب هنهوا بيختاروا عشان كن في عندك مجال اللوحات الغالية واللوحات المتوسطة بينما شريحة B6150 ما حتدعم الجير الخامس لكرت الشاشة نهائيا حتحتصر بس على الجيل الرابع لكرت الشاشة PCI Express g رابع بس التخزين حتكون جيل خامس ما في منه مشاكل. والفكرة هنا بشريحة B650 لا يتحدث عن موضوع كسر السرعة. نحن متعاودين على معالجات ولوحات AMD. كل اللوحات بأقل وحدة لأعلى وحدة يمكنك تكسر علينا سرعة المعالج. لكن بينما هنا يعني كان عمري نقال على X670 إذا كانت الأكستريم أو العادي إنه يمكنك تكسر علينا سرعة. بالB650 لا نذكر هذا الموضوع. ممكن يكونوا مقفلين وممكن لا. هل أنا مبزن بس قلت نوه شوية صغيرة عن الموضوع لا وبحال صار. وما صار حديث نهائياً عن لوحات B450. من جاء بسيريتهم نهائياً. وعلى سيرة التخزين الامدتو الجيل الخامس الذي ذكروا AMD كمان أنه سيقدم أداة أفضل عن الجيل الرابع بستين بالمئة. وحيكون متوفر بالسوق بنفس توقيت طرح معالجات رايزين 7000 واللوحات الجديدة. وهذا يا جماعة كان بإختصار مفيد وبطريقة مبسطة. ماذا صار بحدث AMD كومبيوتاكس 2022. وتحديداً على موضوع الدسكتوب. صار في أحديث ثاني كتير حلوي عن تقنيات اللابتوب جديدة ولابتوب كورسيري اللي هو صراحة خرافة. أنا شفت كل شي عنه. بس الفكرة أنه ما بدي أخلط المواضيع على بعضها يعني. أنا بس خط القسم اللي هو بيحكي عن المعالجات الدسكتوب واللوحات عشان نحن نحكي عنه. موضوع اللابتوب نرجع مفوت بتفاصيلهم بعدين. وفي شغلة بس بنهاية المقطع صراحة أنا ما بدي أكون محبط بس بالرغم عن كل شي حالو نحكي أنه المعالجات حتكون أقوى من الجيل 12 من انتل. كل هذه الأمور حلوة ما فيهم مشاكل. بس حاسس أنه السعر هيكون كتير حرق. على بغض النظر أنه المعالجات واللوحات هيكون تقريبا بنفس السعر الحالي أو يعني منافسة لسعر معالجات واللوحات انتل. ما في مشاكل من هذه النوطة. إذا زادوا حيزيدونهم 20-50 دولار مش أكتر من هاي. بس الفكرة والموضوع ما أتمنى لكم بأور الفيديو جابرينكم على رامات الدي دي دي ار فايب يا جماعة اللي هي أساساً سعرها غالية. إذا لم أرغبت هذه لهم مشكلة لأنه رامات الدي دي دي ار فايب سعراً بنفس السعر تجميعة اقتصادية. يعني هذا عشان نحن نكون متفقين عليها أول شيء. ولو حبيت أنك أنت تستثمن وتشتري مثلاً البي سي آي جيل خامس للأمدو التول للأس أس دي الان بي ام اي. هذا ما تتوقع يكون سعره؟ لما هو الجيل الرابع وبالوقت الحالي هل إذا بدأك تشتري الواحد تدفع على المبلغ الفلاني. ما بتتوقع أنت من الجيل الخامس اللي هو هيقدم فرق عم بقولولك سبتين بالمية. وحيكون شيء جداً ممتاز لصناعة المحتوى لأي أمور ضخمة أنت عمارة عملات تناقل بيانات ضخمة أنت عم تعمل على الكمبيوتر. أنا بعرف أنه أنت فيك تركب البي سي آي جيل الرابع ما في عندك مشاكل. بس لو حبيت تستغل المنصة مظبوط مثل ما هنقدموا لك كيها بدك تدفع مبالغ تكون كثير عالية. متمنى هذا الشيء ما يكون وما يصير بس أنا توقعاتي أو أنه نظرتي بس على هذا الموضوع. وعاكرة الأحوال بين التوقعات والنصائع وهذه الأمور ما بقى شيء للخريف يعني كلياتهم شهرين. بكرة مثل ما بنقول نحنا بدوب التلج وببان المرج كل شيء ببان بقى منصير نحنا بنعرف خير من شرن والأسعار كلياتها حتكون واضحة. والنصيحة الأخيرة عشان نقفل فيها الفيديو أنه لا تبيع ولا تشتري لحد ما تكون لحد ما تفهم أنت المنصة كلياتها خيرة من شرن. تشوف المراجعات وعلى أساسها بتقرر. وهذا كان كل شيء يا جماعة ما تنسى أول شيء تعطيني اللايك والتعليق اللذي استحت وتكتب لي فيه كمال هذا التعليق. شو رأيك أنت بالجيل الجديد مقارنة مع انتل يعني تخبرني أنت شو نظرتك من الموضوع كلياته. وأكيد ما تنسى أنك تشترك بالقناة إذا بعدك جديد. تفعل زر الجرس ليوصلك إشعارات بالمقاطع جديدة. شوفكم إذا أراد بالحلقة الجاي. والسلام السلام عليكم.